السلام عليكم تحية طيبة أينما كنتم أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد أنا الدكتور لؤيا الزعبي ما هو متوسط مرتبات مهندسات ومهندسين الهندسة الطبية الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية وهل المرتبات تستاهل حقيقة ندخل هندسة طبية حيوية وهل تزيد المرتبات مع سنة الخبرة هذا سؤال وصلني من راضي راضي على قناتي على اليوتيوب شكرا يا راضي على السؤال المهم للإجابة على هذا السؤال سأتحدث في هذا الفيديو عن رواتب طلابي الذين تخرجوا من الجامعة اللي أنا بدرس فيها في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لذلك سأتحدث عن متوسط الرواتب للمهندسين بشكل عام والمهندسات بشكل عام وخصوصا المهندسين ومهندسات الهندسة الطبية الحيوية وسأتحدث عن علاقة الرواتب في مكان السكن في الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا شيء مهم بالإضافة حديثي عن نظر زيادة الرواتب المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي نهاية الفيديو سأقوم بتقديم مجموعة من النصائح المهمة جدا للمهندسات والمهندسين للحصول على الرواتب المجزية والبدلات المجزية التي حقيقة يستحقونها وخصوصا للمهندسين ومهندسات الهندس الطبي الحيوية فإذا كنت مهندسة هندس الطبي حيوية أو كنت مهندس هندس الطبي حيوية أو أي مهندس أو مهندسة من أي تخصص مختلف غير الهندس الطبي الحيوية حقيقة أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو للنهاية لأهمية المعلومات التي سأقوم بتغطيتها في هذا الفيديو أن ما سأقوم بالحديث عنه في هذا الفيديو ليس حصاً لرواتب المهندسين ومهندسات في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ينطبق أيضاً عن رواتب والبدلات في أي دولة من دول العالم فقبل البدء بالإجابة على هذا السؤال المهم والحديث عن الرواتب أود أن أرحب فيكم جميعاً في قناتي على اليوتيوب القناة التي أنا مخصصها للحديث عن تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مجالات الرعاية الصحية المختلفة من أجهزة ومعدات وتطبيقات وأبحاث وأبتكارات ونصائح المهتمين في هذا المجال أنا دكتور أيزابي إذا كانت هاي زيارتك أو زيارتك الأوذى للقناة أهلا وسهلا فيكم أدعوكم لتسجيل للقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم أشعار عندما أقوم بعمل فيديو جديد فلعادة أنا أعمل فيديوهات بشكل تقطع فبالتالي تفعيل جرس التنبيهات شيء كثير مهم فأنا أدعوكم لعمل ذلك بعد تسجيل في القناة إذا أعجبكم المحتوى لا تترددوا في عمل إعجاب لايك ونشر المحتوى بين الزملاء والزميلات والأصدقاء والصديقات حتى تعمل فائدة ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاء له قبل الحديث عن البدلات والرواتب أود التنبيه إلى أن هناك نقص كبير في عدد المهندسين والمهندسات في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً لهندسة الطبية الحيوية وهناك حاجة كبيرة إلى عدد كبير منهم لتغطية نقص متزايد حقيقة في عدد المهندسين ومهندسات المطلوبين لتغطية الوظائف المتاحة في سوق العمل الأمريكي هذا النقص بفتح المجال أمام المهندسين ومهندسات في مختلف دول العالم حقيقةً للمنافسة على الوظائف المتاحة في سوق العمل الأمريكي وخصوصاً للمهندسين ومهندسات في موضوع رواتب البدلات العامل الرئيسي حقيقةً الذي يحدد مقدار الراتب والبدلات هو مكان السكن في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في منطقة الساحل الشمالي والشرقي الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيشمل ولاية نيويورك ونيو جيرسي وما حولهما متوسط الراتب لحديث التخرج في الهندسة الطبي الحيوية من مهندسات ومهندسين هو في حدود 80 ألف دولار طبعاً مبلغ عالي مبلغ مهول سنوي طبعاً هذا الكلام سنوي 80 ألف دولار في السنة فهو مبلغ كبير ولكن تكلفة الحياة في ولايات نيويورك ونيو جيرسي تكلفة عالية على سبيل المثال إيجار شقة من غرفة نوم واحدة في ولاية نيويورك بتوصل في حدها يعني العادي المتوسط 2000 دولار وأكثر طبعاً 2000 دولار نحن نحكي شهرياً طبعاً هذا في حي متواضع وليس في حي من الأحياء الراقية في نيويورك أو نيو جيرسي إذا أفضل 2000 دولار شهري في العادة إذا كنت أو كنت تمتلك سيارة تمتلك سيارة أو تمتلك سيارة فستقوم بدفع ما يقارب 300 دولار شهرياً تأمين للسيارة ناهيك عن تكلفة الاستفاف للسيارات داخل المصفات الخاصة المتاحة طبعاً مش في كل مكان بإمكانك تقوم باستفاف للسيارة فهذا دليل على تكلفة الحياة العالية في ولايات الساحل الشمالي الشرق للولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لذلك هناك ضريبة دخل في الولايات المتحدة الأمريكية عالي ومتنوعة يعني عدد كبير من الضرائب حقاً بدفعها الشخص الموظف كان مهندسة أو مهندسة أو غير ذلك فحدودها الدنيا بتبدأ من 12.5% من دخلك السنوي أو دخلك السنوي فهذا تقريباً إذا دخلكم نحكي عن 80 ألف دولار بالسنة هذا نحكي عن 10 ألف دولار يتم دفعها سنوياً كضريبة طبعاً هذه ضريبة الدخل الفيدرالية هناك أيضاً ولايات يتم دفع فيها ضريبة خاصة بالولاية وضريبة خاصة حتى في المدينة اللي أنت تسكن فيها اللي دفع تكاليف الرعاية الصحية والتعليم في هذه المدينة والمحافظة على حضايق في هذه المدن والولايات فهي تكلفة عالية حقيقةً بدفعها الشخص يعني يجب وضعها فيه الحسبان عند تفكير في العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ملاحظة هناك أنه في بعض الولايات لا تأخذ ضريبة خاصة في الولاية أو حتى في المدن وذلك تشجيعاً للناس الانتقال إلى العمل والسكن في هذه الولايات من هذه الولايات، ولاية فلوريدا وتكساس خلوا هذا في بالك عند البحث عن عمل في ولاية المتحدة الأمريكية الآن الحال مشابه في ولاية الساحل الغربي ولاية المتحدة الأمريكية مثل كاليفورنيا أو ولاية واشنطن في الشمال الغربي من ولاية المتحدة الأمريكية الدخل مرتفع ولكن تكلفة الحياة برضو غالية مع ذلك لا يزال الدخل للمهندسين ومهندسات عالي ومجزي وخصوصا لمهندسين ومهندسات الهندس طبيعي الحيوية في هذه المناطق واحدة من النصائح اللي أنا أقدمها للمهندسين ومهندسات الحديثية التخرج أنه عند التفاوض على الراتب والبدلات يجب عليهم أن يضع في حسابهم أنه لا تزيد تكلفة السكن في تلك المنطقة عن ثلث الراتب الشهري فهذه النصيحة دائما أقدمها للجميع أنه يجب مراعاة أنه لا تزيد تكلفة السكن عن ثلاثين بالمئة لأن تكلفة السكن حبارة عن مؤشر على تكلفة الحياة في تلك المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مناطق في أمريكا مع ذكري للشمال الشرقي والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية هناك أيضا مناطق في أمريكا ذات تكلفة حياة معقولة وخاصة الولايات الداخل الأمريكي التي تبعد عن الساحل الأمريكي والساحل الشوخية والساحل الغربي مثل ولايات أوهايا وإنديانا وفرجينيا وغيرها الكثير اللي هما نورد داكودا وصوت داكودا ونيفادا كل هذه الولايات تكلفة الحياة معقولة ومتوسط راتب المهندسين ومهندسات حديثية تخرج في الهندس الطبي الحيوي في هذه الولايات تراوح ما بين 50 و70 ألف وهو رقم ممتاز حقيقة للعمل في هذه الولايات إحدى الطالبات اللي تخرجت حديثا من الجامعة اللي أمدرس فيها في تخصص الهندس الطبي الحيوي وحدة من طالباتي حصلت على راتب سنوي مقدار و70 ألف دولار وهذا دليل على أنه ينراتب عالي وهذا دليل على أنه الطلب العالي على تخصص الهندس الطبي الحيوي لكن أن الأخطاء اللي بقوم فيها المهندسين ومهندسات الهندس الطبي الحيوي في البحث عن عمل هي في عملية البحث وأسلوب البحث عن عمل تذكروا بأن عملية البحث عن وظيفة في مجال الهندس الطبي الحيوية مختلفة عن مجالات العمل الهندس الأخرى المختلفة وهناك عدد كبير من الفيديوهات اللي أنا قمت بعملها موجودة في القناة بتساعد على فهم إيش هي الاستراتيجية الأفضل للحصول على وظيفة وما هي المسميات الوظيفية اللي بتم البحث فيها بشكل مناسب للهندس الطبي الحيوية بالنسبة لنظم زيادة الرواتب في الولايات المتحدة الأمريكية فهي مختلفة ومتنوعة حقيقة وأفضل شيء العمل في شركة أو مؤسسة لديها اتحاد عمالي هذا الاتحاد يقوم على الدفاع عن حقوق المهندسين والمهندسات والموظفين في هذه الشركات وضمان الأهم من دفاع حقوقهم اللي هو الضمان وجود زيادة سنوية مرتبطة بمستوى التضخم وزيادة الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نسميهم باللغة الإنجليزية unions بأمريكا فإنه يكون الشركة unionized أنه فيها الاتحاد العمالي بدافع عن موظفينها وعن زيادة الرواتب هذا مشابه للنقابات والجمعيات الهندسية الموجودة في منطقة الشقاء وسط الشمال الأفريقية ولكن مع تحفظي على قدرة هذه النقابات والجمعيات الهندسية على الدفاع على الحقوق المالية حقيقة في منطقة الشقاء وسط الشمال الأفريقية ولكن هذا موضوع في فيديو آخر من قوم الحديث عنهم هذه الاتحادات العمالية موجودة في القطاعين العام الخاصة في أمريكا وليست حصنا على القطاع العام فهذا شيء مهم أنه وضعوا في عين الاعتبار أنه في حال البحث عن عمل في الولايات المتحدة الأمريكية تأكدوا أنه يكون هناك اتحاد عمالي بدافع عن حقوق الموظفين والموظفاء والمهندسين والمهندسات الآن في نهاية أود أن نقوم الآن بتقديم مجموعة من النصائح المهمة في الجزء الأخير من الفيديو متعلقة بالرواتب المهندسات والمهندسين الهندس طبيعي الحيوية بشكل خاص والمهندسين والمهندسات بشكل عام إنما كانوا وليس حصرا في الولايات المتحدة الأمريكية تابعوا النصيحة الأخيرة أهم واحد من النصائح النصيحة الأولى هي العمل خلال فترة الصيفية خلال فترة الدراسة ضمن مجال التخصص حتى لو كان العمل تطوعيا أنا ضد الدراسة في الفصل الصيفي وإذا حقيقة أن تبحثوا عن عمل براتب مجزي يجب أن يكون فيه خبرة ولو بسيطة خلال فترة الدراسة في الفصل الصيفي هذه النصيحة الأولى النصيحة الثانية هي في تطوير اللغة الإنجليزية والعمل حقيقة على التطوير الذاتي في اللغة الإنجليزية والعمل على أخذ امتحانات اللغة اللي هم التوفل أو الآيلتز ووضعهم في السيرة ذاتية بالإضافة إلى النصيحة الأولى اللي هي العمل التطوعي يجب أن يكون فيه هناك مقياس يمكن متتبعه باللغة الإنجليزية وأفضل شيء هو امتحانات التوفل أو امتحان الآيلتز النصيحة الثالثة لا يجل شيء اسمه مستحيل أدعوكم لتقديم على فرص العمل المتاحة في أي مكان في العالم وليس فقط في دولكم إذا أنتم كنتم موجودين في المتقشة وسط شمال أفريقيا أنا أدعوكم لتقديم على الوظائف الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا وفي أي دولة في العالم النصيحة الرابعة أن لا تترددوا في العمل بأجر زهيد بعد التخرج مباشرة يجب العمل الحصول على خبرة سنة وبأسرع وقت ممكن فمهما كان الأجر زهيد في البداية يجب الحصول على أول سنة خبرة بأسرع وقت ممكن وهذه نصيحة كثير مهمة لا تترددوا في أخذ أي عمل مباشرة بعد التخرج وخصوصا المهندسين والمهندسات وبالأخص المهندسين والمهندسات هندس طبيل الحيوية النصيحة الأخيرة وبناء على النصيحة الرابعة النصيحة الخامسة والأخيرة والذي هي النصيحة المهمة جدا هي عدم العمل في مكان أكثر من سنة أو سنتين وهذا خصوصا لحديثي التخرج يعني السبيل الوحيد حقيقة لرفع الرواتب في بداية المشوار المهني هو التنقل بين أكثر من شركة وعند تنقل بين الشركات بتهم التفاوض على رواتب وبدلات أعلى برجع أكد مرة ثانية نصيحة كثير مهمة هو الحصول على مظيفة في أسرع وقت ممكن حتى لو كان في أجر زهيد بعد التخرج ولكن عدم البقاء فيها أكثر من سنة ونص أو سنتين سنة يعني ويجب تغيير الشركة مباشرة وبشكل سريع هذا هو الطريق الوحيد والاستراتيجية الوحيدة حقيقة اللي بتمكنكم للحصول على رواتب وبدلات استحقوها هاي الاستراتيجية تم تبنيها بشكل كبير من قبل الخريجين تخصص هندس الحاسوب والبرمجيات ونجحوا فيها في الوقت المتحدة الأمريكية حيث انهم بالوقت المتحدة الأمريكية بقوم بتغيير الشركة خريجيها التخصص الانفروميشن تكنولوجي والكمبيوتر سايينس والكمبيوتر انجينيرينج بقوم بتغيير الشركات اللي بيعملوا فيها باستمرار وبسرعة يعني سنة سنتين بقوم بعد ذلك بتغيير الشركة فاذا كنتم كنتم مهندسة حديث تخرج او مهندس حديث تخرج عليكم بالسعي على العمل بسرعة بعد التخرج وحتى لو براتب زهيد وبعد مرور سنة سنة ونص على الأكثر عليكم تغيير العمل واستمرار بعمل ذلك لحين حصول على وظيفة برواتب وبدلات حقيقة تستحقونها اتمنى ان يكون هذا الجواب مفيد لاراضي ولجميع المهتمين في هذا الموضوع ارجو منكم تشاركوني باراءكم حول هذا الموضوع هل تتفقون معي ام يعني تختلفون اتمنى منكم انكم تشاركوني باراءكم اذا كنتم متفقين او مختلفين وسأكون في غاية الساعة الاطلاع على هاي الاراء ومشاركتكم وكما هو الحال دائما لا تترددوا في ترك تعليق او سؤال او استفسار وسأكون في غاية الساعة المشاركة والاجابة على الاسئلة والاستفسارات إذا وصلت لهذا الجزء من الفيديو شكرا جزيلا لكم للمتابعة وإذا أعجبكم المحتوى لا ترددوا اعملوا لايك ومشاركت الفيديو مع الزملاء والزميلات والأصدقاء والصديقات تذكروا دائما الدار على الخير كفاعله وأدعوكم أيضا للاطلاع على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بي والتي أتركها دائما في وصف الفيديو في الأسفل لا تنسوا في نهاية الفيديو من الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات للاطلاع على الفيديو القادم شكرا لكم مرة أخرى وإلى لقاء قريب مع السلامة